موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا بكنا عزيزات الطالبات في المحاضرة الرابعة من مساق مهرات لغوية سنشرح الآن بإذن الله تعالى موضوع كيف تكون كاتبا بارعا ولكي تكون كاتبا بارعا يجب أن تتوفر فيك الشروط الآتية هي الموهبة والاستعداد الفطري والمطالعة وممارسة الكتابة أيضا وسنتعرف على هذه الشروط بالتفصيل أولا بالنسبة إلى الموهبة والاستعداد الفطري فالموهبة هي أساس الكتابة الإبداعية فلا يمكن أن أكتب بطريقة إبداعية إلا إذا توفرت الموهبة أو وجدت الموهبة وطبعا الموهبة تشتمل على ثلاثة عناصر وهذا مهم ويمكن أن يأتي سؤالا في الامتحان ما هي عناصر الموهبة فعناصر الموهبة التي يمكن أو يجب أن تتوفر لدى الكاتب البارع هي المخيلة والمخيلة هنا نقصد بها الخيال يقصد بها قدرة الكاتب على استخدام سور البيانية الموحية والجميلة قدرة الكاتب على التخيل وإبداع سور ولوحات فنية رائعة أما العنصر الثاني من عناصر المخيلة الذاكرة وهي قوة تحفظ الصورة والأسليب الجميلة التي مرت بالقارئ يعني خلال عدة مراحل مرة بها أو من خلال المواقف التي يشاهدها فيكون هذا القارئ قد تأثر بها ولم ينسها وبالتالي بقيت محفوظة في الذاكرة يمكن أن يستخدمها طبعا في الكتابة ثم ثالثا الشعور أو يعني العاطفة أو ما نسميه العاطفة كما درسنا في عناصر الكتابة الإبداعية فهنا نحتاج إلى عاطفة فالعاطفة بمثابة الروح للكتابة بمثابة الروح للكلمات فلا يمكن أن تتأثر بالكلمات إلا إذا كان في هذه الكلمات أو تحمل هذه الكلمات عاطفة فالعاطفة هي التي تؤثر في الكاتب لا يمكن أن نقرأ كلمات بدون عاطفة تصبح جافة هل تؤثر فينا؟ لا تؤثر إلا إذا كانت تحمل عاطفة وهذه العاطفة إما أن تكون عاطفة حزن أو فرح أو أسى أو حسرة أو ما شابه ثم من عناصر الموهبة أو الاستعداد الفطري الإدراك إدراك القارئ ويقصد بإدراك القارئ الذكاء أو فطنة القارئ في توظيف الكلمات والمفردات والألفاظ فهذا الذكاء يستطيع به أن يبتكر الصور والأساليب والمعاني والألفاظ أيضا التي من شأنها أن تؤثر في القارئ فأن نستحضر وجدان القارئ فيما نكتب هذا مهم جدا حتى نحقق التأثير في من يقرأ لنا هذا بالنسبة للموهبة وعناصر هذه الموهبة وهذا الأمر مهم جدا ثم بالمطالعة تنمو قريحة الكاتب أستطيع أن أكتب ولدي موهبة ولكن هل هذا يكفي؟ لا يكفي لذا يجب علي أن أكون قارئة ومطالعة في كتب أخرى لأن من شأن القراءة أو المطالعة أن تنمي قريحة الكاتب فأسلوب كل منه وجمال ما قرأ في حياته وكلما كانت أعمق هذه القراءة والمطالعة كلما كانت الكتابة أكثر جودة ومتانة وأكثر قوة وأكثر تأثيرا لأننا عندما نقرأ ستخطر على بالنا أفكار كثيرة سنحفظ استشهادات كثيرة وأيضا ستسقل عندنا مهارات الكتابة والألفاظ اختيار الأسلوب الذي يؤثر في الآخرين اختيار الألفاظ التي نتمكن بها في التأثير في الآخرين أيضا ثم اختيار الكتاب الذي سنقرأه مهم جدا لأن اختيارنا للكتاب من شأنه أن يقوي من أسلوبنا فلو اخترت كتابا لمؤلف ذات قوة في الأسلوب وذات ألفاظ جمة وكثيرة وغنية بالمعاني فهذا يعمل على تحسين أسلوبك أنت ككاتبة وبالتالي تتأثرين بمن تقرأين له لذلك اختيار الكتاب مهم جدا وأيضا ليس القراءة العابرة فقط ولكن تدبر الكلام بإطالة النظر في الكتاب هذا أمر مهم جدا ثم ننتقل هذا بالنسبة لي المطالع العنصر الثاني أما العنصر الثالث فهو ممارسة الكتابة وممارسة الكتابة شيء مهم جدا ربما ممارسة الكتابة أهم من العنصرين السابقين من المطالعة والموهبة لأن ممارسة الكتابة يعني مكملة عنصر مكمل ومهم جدا للكتابة ما الفائدة أنني أمتلك موهبة الكتابة وأطالع كتبا كثيرا ولكني لا أكتب وإين الفائدة؟ لا فائدة إذن لا تكتمل الكتابة الإبداعية إلا بوجود ممارسة للكتابة إذن الموهبة والمطالعة ليس كل شيء في إتقان الكتابة لكن لا بد من التدريب والمران على الكتابة اكتبي أي شيء اكتبي وهو حتى إن كانت الصيغة رديئة حتى وإن كانت الألفاظ رديئة أو ليست مناسبة فقط اكتبي ثم الكتابة الثانية أو المراجعة لما كتبت ستعمل على انتقاء بعض الألفاظ ومسح بعض الألفاظ والكتابة هي الخطوة الأولى التي ستجعلك تتقنين الكتابة فيما بعد إذن الممارسة والتدريب على الكتابة شيء مهم جدا إذن مزاولة الكتابة في أغراض شتى والكاتب الناشئ إذا أوتي الموهبة في الكتابة وما لا إلى القراءة في تصنيف البلغاء إذن ممارسة الكتابة أمر مهم جدا يقوي ويسقل وينمي جانب الموهبة والجانب الآخر وهو المطالعة إذن ممارسة الكتابة مهمة وكما قلنا أن الكتابة أو الموهبة والمطالعة بدون الكتابة لا شيء إذن يجب علينا أن نمارس الكتابة ونتدرب كثيرا عليها ثم يأتي بعد ذلك خطوات الكتابة الإبداعية لدي موهبة؟ نعم أطالع الكتب وأقرأ؟ نعم وأيضا أكتب دائما؟ نعم أكتب ولدي كتاب أو دفتر وأكتب دائما ولكن لا أعرف هل الذي كتبته جيد؟ أو هل تسمحين مثلا لي أن أنشر هذا الكتاب؟ أحيانا أخجل في أن أعرض ما أكتب على زاملاتي إذن ما هي خطوات الكتابة الإبداعية التي تجعلني أقدم ما أكتب بقوة ورغبة وإرادة من داخلي؟ إذن خطوات الكتابة الإبداعية الخطوة الأولى أن تطلق الفكرة في ذهنك وتشغلك يعني رأيت موقفا خطرت في بالك فكرة قرأت كتابا فخطرت أفكارا على بالك وهذه الفكرة بقيت تشغل بالك كثيرا هذه الفكرة جعلها دائما في بالك ولا تطرحيها أبدا بالعكس الفكرة دائما هي صيد إنت مسكت بها وأشغلت نفسك بها فهذه هي الخطوة الأولى لأن تكتب بطريقة مبدعة لأنك تمتلكين الآن فكرة وربما لا أحد يمتلك هذه الفكرة التي تمتلكينها أنت أما الخطوة الثانية بعد طرق الفكرة على الذهن هي على الكاتب أن يستمطر الأفكار حول هذا الموضوع هذه الفكرة التي خطرت على بالي ما هي المواضيع التي تناولت هذه الفكرة ماذا قالوا عنها ماذا كتبوا عن هذه الفكرة يمكنني أن أجمع معلومات وبعد تجميعي المعلومات حول هذه الفكرة أقوم بإعادة صياغة الأفكار المعلومات التي حصلت عليها كل ما قمت بتثقيف نفسي حول هذا الموضوع أو هذه الفكرة إذن أول شيء أني أحدد الفكرة تشغل بالي الفكرة أبحث عن أو عن ما يتعلق بهذه الفكرة من مواضيع من كتابة ماذا كتبوا عنها ماذا قالوا عنها وبعد ذلك ماذا أفعل؟ النقطة الثالثة أن يبدأ الكاتب في الكتابة طيب ربما تستر الأول رديء مش مشكلة اكتبي المهم أن تستر الكلمات على هيئة كتابة تكتب الكلمات لماذا؟ كتابة الكلمات أمر مهم جدا حتى تشعري أن بين يديك شيئا مكتوبا وبالتالي تستطيعين بعد ذلك تعديل ما كتبتي أو حذف كلمات أو إضافة كلمات أخرى فما هو مكتوب بين يديك أمر مهم جدا لذلك يجب على الكاتب أن يبدأ بالكتابة حتى يتمكن أو يستبدل بعد ذلك طبعا بعض الكلمات بأخرى حتى يكون الصورة أو حتى مثلا إذا احتاج صورة بيانية أو بلغية أو تشبيه يضيف هذه الصورة إلى ما كتب إذن الكتابة مهم جدا مهمة جدا كل الأفكار التي تخطر على بالك حتى وإن كانت مرتبة أو لم تكن مرتبة اكتبيها فالكتابة كالقيد تشعري بأن الكتابة قيد لك وبالتالي عندما تتقيدي بالكتابة الآن تشعرين بأنك تريدين أن تخرج ما كتبت بصورة أفضل فتحذفين بعض الكلمات وتضيفين بعض الكلمات وأحيانا تصورين تضيف بعض الصور ذات اللمسات البلاغية والجمالية حتى يصبح أسلوبا جميلا يعني لن تخرج الكلام الذي تكتبينه لأول مرة لا إذن في بعض الخطوات تمر عليها أو تمر بها الكتابة قبل إخراجها أما النقطة الرابعة أفكارك لا تعرضيها بصورة مجردة كما تعرض الأخبار بل عليك أن يكون في هذه الفكرة أو الأفكار التي تعرضينها شيئا من الإقناع شيئا من الاستشهاد من الحجج من الأدلة من البرهين التي تقنع القارئ الهدف من سرد الأفكار أن أقنع القارئ بما أكتب يعني إذا قرأت لك فكرة وهذه الفكرة رائعة لكن لم تقنعين بها بأترك هذه الفكرة لكن إذا أقنعتيني فيها بالعكس تخطر لي أفكارا أخرى وهذه الفكرة يعني تقنعيني بها وتجعلينني أهتم بهذه الفكرة لماذا؟ لأنك استشهدتي وأتيت بالأدلة والبرهين والحجاج والقصص والأمور التي تدعم هذه الفكرة كأنك تريدين أن أقتنع بوجهة نظرك وبفكرتك وبالتالي أتبنى هذه الفكرة إذن أفكارك لا تعرضيها مجردة لأن الأفكار بالصور البيانية والبلاغية وبالاستشهادات تحمل الروح والمعاني وبالتالي المعنى والكلمات بلا روح لا معنى لها أو الكلمات بلا معاني يعني لا قيمة لها لكن إذا حملت الكلمات المعاني تصبح خيمة جدا كالإنسان بدون روح أو بدون مشاعر إنسان خلاص لا قيمة له لكن بوجود المشاعر بوجود الروح الجميلة في الإنسان تضفي عليه جمالا رائعا وكذلك الكتابة الكلمات بالمعنى وبالصور البلاغية والبيانية تصبح جميلة جدا إذن الأفكار لا تعرض مجرد كما تسرد الأخبار أو تعرض الأخبار إذن يجب أن يكون هناك إقناعا بالفكرة إقناع بالفكرة وأيضا استشهادات كما قلنا أقوال أمثال آيات قرآنية حجاج برهين قصص أحيانا من الواقع تدعم ما تقولين فأحيانا عندما تربطي أفكارك بالواقع هذا أمر يجعل من الواقع يعني من الفكرة مقنعة لمن يقرأ اربطي أفكارك بالواقع هذا الأمر مهم جدا ونأخذ يعني عنصر بيتحدث عن الترابط طيب ثم خامسا استهلي يعني ابدأ المقال أو الموضوع ببراعة حتى يأخذ بيد القارئ إلى متابعة القراءة يعني عندما تبدأين الكتابة ابدأي بشغف بأمر يجعل القارئ لديه شغف بأن يكمل القراءة إذن اذكري مثلا أمر ربما مثلا لو وردت أن أكتب رواية ربما أبدأ بشيء يعني ربما مرعب لأذكر مثلا ليس قضيط أن أبدأ بشيء مرعب لا لكن ممكن أبدأ بحلم بشيء مثلا مخيف بشيء كذا حتى أجذب القارئ لإكمال هذه الرواية يعني مثلا يقول ذهبت إلى الجامعة وقد نسيت أغراضي ونسيت كذا وكذا 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 ويبدو حزينا ويشعر بأنه يعني أن اليوم أسود عليه وكذا ثم يقول لك بأن هذا الحلم أنه حلم يعني ضق جرس المنبه وأيقنت بأنني أحلم وليس حقيقة فهذا يجذب القارئ في إكمال هذا الحلم أو بإكمال هذه القراءة اجعل المقال اجعل الرواية اجعل ما تكتبين بدايته رائعة إذن هذه البداية استشعري بالقارئ كأنك أنت القارئ ماذا يحب القارئ يحب أن يقرأ كلاما يكون مجذوها إليه أو يشد ذهن القارئ إذن ابدأ بأمر يجذب القارئ ولا يجعله يترك هذه الرواية إذن النقطة الخامسة أو السادسة احترم عقل القارئ اشعر بالقارئ استشعري ماذا يحب القارئ في سنك زميلاتك ماذا يحبون أن يقرأنا إذن اكتبي على حسب اللي هو عقل القارئ لا تكثر من البدهيات فيمل لا تذكري أمورا وتشعري القارئ بأنك حكيمة بأنك فقط تعطي الأوامر بأنك كذا وكذا لا اذكري أمورا يختص أو تخص القارئ تخص من هو في سنك يعني من هم الفئة التي تخاطبينهم وبالتالي ابدأ بأمر يحترم عقل القارئ ويشد عقل القارئ بحيث أنه ما يسيب بإيده من كتاب مثلا أو مقال أو رواية في بعض الروايات نقرأها تكون مثلا مئة صفحة أو مئة وخمسين تكون مئة وخمسين صفحة طيب أحيانا أسلوب الكاتب بتخلينا بدنا نخلص الرواية كلها بدون أنه نترك أي صفحة طيب ما الذي جعلك تكمل الرواية في ساعة أو في ساعتين الأسلوب أسلوب الكاتب كان رائعا وجذابا وكان يعني يجذب ويشد القارئ بإكمال هذه الرواية إذن لعبك في اللغة تجعل نفسك تلعبين في الألفاظ واللغة في اختيارها في الصور البيانية في أسلوبك في هذه الخطوات كيف تعمل على شد ذهن القارئ تستطيعين بأن تجعل بكتابتك كتابة إبداعية حصلت على الكثير من القراء يقرؤون لك كثيرا فهذه أمور مهمة جدا أما شروط العمل الكتابي أريد أن الآن خلاص عندي عرفت ماذا أفعل وكيف أكتب وعرفت كل الأمور المتعلقة بالكتابة أو العمل الإبداعي الآن ما هي الشروط؟ شروط العمل الإبداعي شروط العمل الإبداعي أول شيء يجب مراعاة القضايا الشكلية والتنظيمية على الكاتب ماذا يقصد بالقضايا الشكلية؟ قضايا الشكلية كما نعرف الكتابة، النص، الخط، الكلمة، علامات الترقيم هل هناك أخطاء لغوية؟ هل هناك كلمات لا معنى لها؟ دعنا نرى إذن الشروط الشكلية تكون مثل تنظيم الورقة تنظيم يكون تنظيم مرتب يريح العين أيضا وضوح الخط أحيانا في بعض الكتب الخط ليس واضحا أو نوع الورق يعني نوع الورق رديء أو ربما يكون لونه متعب يتعب بالنظر إليه، إطالة النظر إليه إذن اختيار الكتاب، نوع الورق والخط وطريقة التنظيم مهمة جدا ضبط علامات الترقيم، الإملاء أن تكون صحيحة يعني ما معقول؟ أشتري كتاب وفيه أخطاء كثيرة يعني هذه الأخطاء تقلل من قيمة العمل حتى وإن كان قويا مثلا كتاب ووجدت أخطاء، أترك هذا الكتاب كله أخطاء، وماذا سأتعلم من؟ حتى وإن كانت الفكرة سامية وبه أخطاء، ما الفائدة إذن؟ لا إذن مهم جدا حسن التقسيم، تقسيم الأبواب، تقسيم الفصول، مثلا الفهرس يعني كتاب بلا فهرس، ما قيمته، أنا بالنسبة إلي لا شيء أنا يعني مثلا لو كان مئة صفحة بدي أمر على المئة صفحة وأضع فهرس من عندي صعب جدا إذن تقسيم مهم جدا حسن تقسيم، الترتيب أيضا في الفقرات هذا من حيث الشكل ثم صحة اللغة، سلامة التعبير يعني إن كنت اللغة رديئة أو سوقية أو شوارعية أو اللغة ليست فصيحة هل تكملين القراءة؟ لا أعتقد هناك بعض الكلمات لا نروق لسماعها أو لقراءاتها أيضا ينبغي على من يكتب أن لا يقع كما قلنا في أخطاء نحوية أو صرفية أو أيضا بلاغية هذا من حيث صحة اللغة أيضا من القضايا الشكلية وتنظيمية التأثير وهذا التأثير مهم جدا لأنك إذا أثرت في القارئ فهذا يعني أن الكتابة فيها نوع من الإبداع والكتابة رائعة وتركت أثرا إيجابيا لدراء المتلقي أو القارئ يعتمد القارئ على سبيلين لإحداث التأثير هذا التأثير في القارئ من هذا السبيلين هما الإقناع العقلي طبعا أنا أريد من خلال كتابتي أوصل فكرة للقارئ كيف؟ عن طريق أني أقنعه زي ما حكينا أقنعه بدي أدلة استشهادات لقصص واقع أحداث تاريخ أي شيء بيدعم كلامي أنا لأنه يا بنات كلامي أنا لحالي بكون أنا نية لو أنا تكلمت بكلامي أنا لحالي بيكون في نوع من الأننية طب وين غيرك؟ هو أنت بس حكيت عن الموضوع؟ لا إذن بذكر أراء الآخرين وربما مع ذكر أراء الآخرين والاستشهادات تخطر على بالك أفكار أخرى ممكن إضافتها إذن الكتابة مهمة جدا والإقناع العقلي مهم ويحتمد على تقديم كما قلتم الحجاج والشواهد المنطقية ثم الأمر الثاني أو السبيل الثاني لإحداث التأثير في القارئ هو الإقناع بالتأثير العاطفي طيب أقنعت عقليا لأن الإنسان عنده العقل والقلب تأثير عقلي وتأثير وجداني أو عاطفي أما الإقناع بالتأثير العاطفي يستهدف التأثير في وجداني المتلقي يعني أعتقد نحن بما مررنا به من مراحل نستطيع أن نؤثر في الآخرين إذا ما كتبنا عن الأمور أو المأساة أو المعاناة التي مررنا بها خلال ثلاثة حروب متتالية مثلا شاهدنا مشاهد كانت صعبة جدا على النفس وبالتالي عند تعبير عنها أو عن ذكر القصص تستطيعين أن تؤثر في القارئ أو في عاطفة القارئ أي متأثير لماذا؟ لأن لديك عاطفة قوية عاطفة الحزن والحقد والغضب على المحتل وبالتالي الفلسطيني هو الأقدر على التعبير على قضية أو أمر المحتل يعني أقدر الناس اللي يعبروا على معاناة المحتل والعدو هم الفلسطينيين نعم لأنهم يعيش المعاناة ونلاحظ كثيرا من الشعراء نفو خارج الوطن فكتبوا الشعر في المنفى وفي المهجر كتبوا الشعر الحب والعشق للوطن كتبوا أشياء كثيرة قصص روايات أمورهم كانت في السجن لهم كتب وهم في السجن كتبوها كل هذه الأمور لا يشعر أو لا يعطيك عاطفة قوية إلا من وقع في التجربة يعني كثيرا من السجناء كتبوا عن قصتهم في السجن وتجربتهم فأخرجوها على هيئة كتب فأنا لو بدأ أكتب عن السجن بكتب لكن هل قوة العاطفة والتأثير والإقناع مثل الأسير المحرر الذي كتب وهو في سجنه أو كتب مثلا عندما تحرر كتب عن تجربته في السجن لا طبعا يختلف الأمر إذن من يقع في التجربة هو الأقدر على التعبير والكتابة فأعتقد أن من كنا مروا بتجارب عديدة أو بمواقف عديدة ويستطيعنا أن يكتبنا في هذه المواقف كعبار كخبرة كأمور تفيد الآخرين حتى لا تقع فيها الأخريات يعني لو كان في هناك مقال أو فكرة معينة ممكن بنتين أو ثلاثة يكتبوا مقال وهذا المقال يحمل فوائد عبار قيام أمور دعوية أمور تنصح أو نصائح وإرشادات للآخرين حتى لا يقعن في مثل هذه التجارب أو في مثل هذه المواقف الحرجة فإذن الإقناع العقلي الإقناع بالتأثير العاطفي أمر مهم جدا لأن الإنسان يتأثر عقليا وقلبيا أو روحيا بالأمر العاطفي ثم لدينا عنصر الجامع من شروط طبعا العمل الكتابي الجامع بين المتعة والفائدة أنه من خلال كتابتي يجب أن أجمع بين يعني يشعر الكاتب بالاستمتاع فيما يقرأ بالفكرة بالكلمات بالألفاظ بالأسلوب يعني هناك بعض الكتاب لديهم أسلوب رائع جدا وأنت تقرأين لهم تشعرين بالاستمتاع ولا تريدين ترك هذا الكتاب أيضا تشعرين أنك تستفيد تحقق فائدة إذن يجب على الكاتب أن يضمن في كتابته نوع من التشويق وفنون الإثارة وهذا الأمر لا غينا عنه في الكتابة ولا في سرد الأحداث ولا في الروايات ولا حتى في الأعمال الدرامية أو السيريوهات أو أي عمل أدبي أو فن أدبي ثم الأمر الآخر من شروط الكتابة الإبداعية أيضا عندك التجربة الإنسانية وتحدثنا عنها فيما سبق أنه التجربة هي التي تكشف الارتباط الوثيق بين الكاتب وما كتب موضوع يعني أستطيع أن أستشف من سطورك أو من مقالك من كتابتك مدى تأثرك بالتجربة أو مرورك بهذه التجربة وما تكتبين من خلال الكي اختيارك للكلمات التي تركت أثرا في نفسي يعني أحيانا في كلمات فيها عاطفة وتشعري أن الكاتب قد بدل مجهودا في إخراج عاطفتي على هيئة كلمات كإني ما أشعر به من حزن أو فرح أخرجته على هيئة كلمات وبالتالي هذه هي التجربة الإنسانية التي تكشف لي عن مدى ارتباط الكاتب بموضوعه إذن المطلوب والمطلوب من الكاتب ألا يبرز أن هذه التجربة التي كتب عنها هي تجربته لا ممكن أن نستخدم كما قلت لكم اللغة رائعة ولينا تستطيعين غزل هذه اللغة من بين أصابعك وأنت تكتبين يعني لما أنا أبدأ مرات بتجربة وبدي أكتب ممكن ما تخلي الضمير مباشر عليك أنا ومررت وكتبت وسرت لا ممكن تحكي على لسان مثلا فتاة أخرى صغيرة أصغر منك أو أكبر من هي أو تسميها باسمها أو على لسان يعني رجل أو شاب أو كذا لا يكون يعني فتاة حتى لا يشعر من يعرفك ويقرأ لك بأن التجربة هي لك تمام فالإنسان يحول الموضوع الذي يكتب فيه من شخصي إلى يعني عام إنساني يمكن لأي واحد مننا أن يمر بهذا الموقع وليس مقتصرا علي ولا أقصد أني كتبته بأن أخبركم أنني مررت به إذن يمكن تحويل أو تحويل هذا الموضوع أو المقال بطريقة لا تشعر الكاتب أو القارئ بأن الكاتب قد ورى بهذه التجربة ولكن يمكن أن يستخدم أسليب متنوعة أسليب تجعل من هذا الموضوع موضوع إنساني وليس شخصيا أو ذاتيا ثم عنصر سادس التضمين والتدليل بمعنى الاستدلال طبعا من القرآن أو شواهد من القرآن الأحاديث الشعر لدينا الأمثال وأيضا غير الأمثال والنثر أيضا كلمات مقولات حكم مواعظ عبر كل هذه الأمور أو قصص قصيرة جدا أمثال ممكن أن أستشهد بها لماذا؟ لأنها تقوم نص وتمنح الكتابة ميزة وطلاوة يعني أحيانا وأنا أقرأ لما أنا أقرأ استشهاد قرآني أشعر بأن هذا الكلام قوي جدا ذكرني بهذه الآية وربما هذه الآية تذكرني بأمر آخر مثلا ذكر مثل شعبي هذا المثل ذكرني بأمور أخرى إذن استخدام الكلمات الحكم المواعظ النثر الأمثال الشعر أيضا يقوي أسلوب الكاتب في الكتابة أيضا عنصر آخر مهم جدا 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 السابع وهو الترابط عنصر ضروري جدا في الكتابة ترابط هو بمعنى ترابط الأفكار من الجمل وتركيب أكيد وأنت تكتبين الجمل مترابطة والتركيب مترابطة والفقرات أيضا مترابطة ويشعر الكاتب عندما يقرأ أن أفكاره متسلسلة لكن إذا مثلا ممكن ذكرت حدث ثم ذكرت حدثا آخر لا علاقة له بالأول يشعر القارئ أنه تاه وبالتالي هذا أمر لا نحبده يجب أن يكون هناك ترابط لألا يتشتت عقل من القارئ وإلا سيمل القارئ ويترك هذا الكتاب أو المقال أو هذه القصة ويتركها ولن يكملها أبدا بسبب عدم الترابط هذه العناصر مهمة جدا ننتقل لأمر آخر من العناصر التي تساهم في المحافظة على الوحدة والتجانس مهم جدا وهذه يمكن أن تأتي في الاختبار كسؤال يقول ما هي العناصر التي تساهم في المحافظة على وحدة النص وتجانسه هذه العناصر أو من هذه العناصر إعطاء معلومات كافية يعني لا تكتب عن مقال وتتناول موضوع ثم لا تكمل هذا الموضوع وما الفائدة إذن؟ الاستفاء المعلومات أن تكون المعلومات وافية والإلمام بالموضوع إلماما كافيا ووافيا وشاملا هذا أمر مهم جدا ولا تنقص من المعلومات شيئا يعني عندما تكتبين عن موضوع لا تتناول الموضوع بطريقة كبيرة تناول جزئية صغيرة من الموضوع حتى تركز فيها وتتناوليها من جميع جوانبها ليصبح مقالا كافيا ووافيا ويتناول المعلومة من جميع جوانبها ثم العنصر الذي يساهم في المحافظة على الوحدة وتجانس التخلص مما ليس له علاقة بالموضوع وتجنب الاستطراض والتفاصيل والفرعيات يعني مثلا عندما أكتب قصة أو مقال أجمع المعلومات وأكتب هذه المعلومات حقيقة أكتب كل شيء ثم في النهاية أشعر بأن بعض الفقرات لا لزومة لها بعد الكتابة لا تخدم الموضوع أو شتتت الترابط الموجود في النص أو الفكرة أو الموضوع وبالتالي أستغني عنها ولا أخليها علشان الموضوع يكون طويل لا مثال ذلك مثلا في الاختبارات الأسئلة عندما مثلا نجيب على الأسئلة نرى أن نكتب ونسهب في الكتابة حتى وإن كانت الإجابة لا صلة لها بالسؤال هذا مشكلة هذه مشكلة لماذا تكتبين أمرا أو شيئا لا يتعلق بالسؤال هل فقط عشان أعبي بس أنا فراغ؟ هذه مشكلة وبالتالي لا تخلصي من كل الإجابات التي لا تتعلق بالأسئلة فقط أجيبي على الأسئلة من خلاله ذكر الإجابة التي تتعلق بالموضوع تخيل نفسك تقرأين قصة ثم انتقلت إلى فقرة أو حدث ليس له علاقة بموضوع القصة كيف تشعرين؟ بالملال شدت وبالتالي لن تكملي طب وما شعور المدرس عندما يصحح الاختبارات ثم يرى إجابة لا علاقة لها بالسؤال إذن هذا أمر غير مرهوب على فكرة لا لدى القارئ ولا لدى أيضا المدرس إذن يجب علينا أن نأخذ انتباه أو حذرنا من هذا الأمر إذن طبعا ذكر يا بنات الإجابة التي لا ترتبط بالسؤال ماذا تضعف من التركيز وتشتت الأفكار وتمزق الفائدة من السؤال لا تجعل الإجابة لها فائدة ولا تكون تتعلق ولا ترتبط بالسؤال أصلا النقطة أو العناصر الثالث متابعة علاقات عن عناصر الموضوع وأجزائه التي تعمل بانسجام وتوائم طبعا التدرج، الترابط، علاقات العناصر العناصر يجب أن تكون مترابطة وكافية ووافية الأجزاء تمام، كل جزء في محله هذا أمر مهم المتابعة، يعني ما أقولت تكون فيه فقرات غير مرتبة إذن لا قيمة للناص أو للكتابة أو للمقال مثلا يعني كيف أنه ممكن لقد تكون متتابعة يعني تذكروا معي تكوين الجملة ونحن صغار الكلمات بتكون غير مرتبة اقرأيها وهي غير مرتبة هل لها قيمة؟ لا قيمة لها ولا معنى لها يعني لا أشعر بشيء نعم، لكن عندما أعيد صياغة الجملة وأرتب الكلمات وأعيد قراءتها أشعر بأن هناك معنى وجملة مفيدة تامة المعنى ووافية إذن متابعة العلاقات والمعنى هذا أمر مهم جدا واتصال الأجزاء ببعضها البعض أمر مهم جدا أيضا حتى يكون فيه تواؤم أو انسجام بين الفقرة الأولى إلى الفقرة الأخيرة الآن وبهذا عزيزات الطالبات نكون قد انتهينا من المحاضر الرابع من مصاق مهارات لغوية من موضوع كيف تكون كاتبا بارعا شكرا لكم والاستماعكم ترجمة نانسي قنقر